35 مليار دينار هي قيمة إنتاج ولاية الجزائر من الفلاحة وهي تحتل مراتب متقدمة من حيث إنتاج البطاطا والكروم بالنسبة للحمضيات مرتبة السابعة على مستوى الوطني من حيث الانتاج من حيث كمية الانتاج مرتبة في المرتبة الرابعة عشر من حيث إنتاج البطاطا المادة على البطاطا مرتبة في المرتبة السابعة في إنتاج الكروم كل أنواع العنب المائدة مرتبة في المرتبة السابعة وبأنواع جيدة وهي الولايات العزائر عندها نسبة نمو تقريبا 7% سنوين ومجموع الانتاج القيمة تقريبا 35 مليار دينار 32 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بالعاصمة مهددة بغزو الإسمنت ما دفع الفلاحين إلى المطالبة بجعلها محمية طبيعية خاصة أن المرسيم والقرارات الحكومية الخاصة بحماية الأراضي الفلاحية عادة ما تضرب عرض الحائط كل يوم ينتظر الفلاح أنها وغضو إن شاء الله يجيه البوكنا ويجيه مشروع يديروا في الأرض نحن نشلل طالبهم السلطات العمومية كلها والمجل الشعبي لولايات العزائر بش الأراضي هذه اللي يبقى نقول نحن نطلبه للتاريخ أنها الأراضي هذه 32 ألف هكتار اللي يبقى تديرها محمية بقانون وزير الفلاحة بدوره رسل الفلاحين ودعاهم لمتابعة كل جهة تعتدي على أرض فلاحية قضائيا حتى لا يأتي الإسمنت المسلح على كل شيء أخضر بالعاصمة